ترجمة نانسي قنقر وزيرة الإسكان والتقطة العمراني بيانت أن تقديم العطاءات الخاصة بتطوير الأراضي المخصصة للشقق السكنية سينتهي في الأول من مارس من هذا العام فيما ينتهي موعد تقديم عطاءات تطوير الأراضي المخصصة للوحدة السكنية بتاريخ الخامس من الشهر نفسه مؤكدة أهمية طرح المشاريع في منصة استثمار الأراضي الحكومية باعتبارها بوابة القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية وأشرت رميحي إلى أن هذه المشاريع تمثل المرحلة الأولى من برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يتضمن في خطته الرئيسية جدولا زمنيا لتنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص وبقيمة استثمار تصل إلى مليار دينار بحريني أماologically سن такуюآن لأ lesson ملتقوم بحرينية ثمياتية ملتقوم holديد جادية اشتركوا في القناة